نروح ليه أخبارنا النهاردة مرسي كولر مدرب النادي إلالي خلال رحلة عودة الفريق من المغرب بعد خود مباراة الرجاء عمل جلسة خاصة مع محمود عبد المنعم كهرب قال له أنا شايفك مضغوط جدا نفسيا وعصبيا وده مأثر عليك في الملعب وأنا ما عنديش أي مشكلة ولا متدايق علشان عارف اللي عندك وعارف مستواك وعارف انت بتعمل ايه شيل كل الضغوط اللي عليك ومسمح لك تبقى بعيد عن مستواك في بعض الفترات ولكن أنا عندي ثقة فيك وعايزك تركز في الملعب وأنا داعم ليك ومش هعمل عليك ضغط وقلت أجيبك أعود معاك علشان أشوف وساعدك إنك ترجع تاني لمستواك وقال له كمان تغييرك في مباراة الرجاء كان لوجهة نظر فنية في زل يعني إن احنا كنا قربنا من الفوز بالمباراة أو السعود للدور القضاء طيب أيضا مرسي الكرة خلال العودة من المغرب جاب محل الأداء في الطيارة وخلاه عرض فيديوهات على بعض اللاعبين من مباراة الرجاء أبرز اللقطات دي كانت لقطة رجلة الجزاء اللي احتسبت على أليو ديانج قال أليو ديانج أنت لاعب دلوقتي عندك خبرات كبيرة لاعب مهم جدا في تشكيلة الفريق وما ينفعش ترتكب الأخطاء دي في المباراة الحسيمة وتكون حريص جدا على تدخلاتك داخل منطقة الجزاء خاصة أن مباراة الترجي اللي جاية مش هتكون سهلة ولازم تركز طيب كلها كمان وجه كلامه لكل اللاعبين وقال لهم أنهم عايزهم يركزوا في مباراة الترجي اللي جاية بغض النظر بغض النظر سواء هتكون بجمهير أو من غير جمهير بس قبل مباراة الترجي اللي لهم طبعا لازم التركيز في هذه اللحظة على مباراة السوبر يوم الجمعة القادمة ترجمة نانسي قنقر